ملفات ثقيلة حملتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول منها ما حسم بعد النقاش والبحث والتصويت ومنها ما هو مدرج على قائمة أولويات المجلس للإقرار وآخر لا زال محل متابعة اللجنة أثناء العطلة البرلمانية 52 اقتراحا برغبة داخل اللجنة كان من أبرزها الموافقة على تجنيس ما لا يقل عن 2000 ولا يزيد عن 4000 من المستحقين إضافة إلى رفع سن قبول العسكريين البدون إلى 40 عاما ومناقشة إلغاء قانون البصمة الوراثية الحالي وإنشاء قانون جديد بمقترح حكومي والتحقيق في تزوير الجناس وغيرها العديد من القضايا والملفات اجتماعات اللجنة وكثرة القضايا على جداول أعمالها يظل تحديا أمام أعضائها رغم القوانين التي حسمت ويبقى إنجاز المدرج خلال فترة الصيف أملا لرفع أسهم التشريع في دور الإنعقاد القادم لتلفزيون المجلس أحمد الشمري